اشتركوا في القناة يعني العظام قال ميوح العظام وهي رميم يعني صندت رميم هي ازاي يعني فكروا ان النبي زينة صلى الله عليه وسلم يعني ازاي رسول الله وانت تبقى زيك زينة بالضبط يعني ما تندفن يعني بعد ايام جسمك يتحلل جسمك هيبقى تordonه يا رسول الله حتى اظامك هتتحلل يا رسول الله هيبقى الامر يعني رميم ازاي تعرض الصلاة عليك اهو ده اللي يوضح بقى السؤال هتعرض عليك الصلاة ازاي انت خلاص تتحلل زينا والعظامها تتأكل زي ما عظامنا تتأكل في القبور يوم فاهمهم لنا فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فإن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أكثر الأنبياء بتحلل هو طيب مطيب كما هو ولذلك حتى لو نظرت إلى النبي كما جاء عند الإمام الحاكم في المصدرك في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة وهم في الفاجر سمعوا صوت ارتج اللي هو الجدار بتاع حجرة عائشة اللي محوط على قبر النبي وقع وانكشفت قدم قالوا فشممنا رائحة كان أمر الفاجر شممنا رائحة لا والله لا نستطيع أن نصفها رائحة مش عديد لا تعرف تقول فكا ولا ياسمين ولا فل ولا تقول مسك رائحة مليا المدينة قال فاجتمع الناس كله جاي جاري وقام جاي عمر بن عبد العزيز جاي معاه مين القاسب ابن محمد ابن أبي بكر وجاي معاه سالم ابن عبد الله بن عمر وجاي معاه رجاي بن حي وجاي معاه كله بقى فلما راح عندي كده لقى الرجلي لخرجه والقبر فعمر بن عبد العزيز بالشمر وعادي يدخل لقاسب بن محمد البقر عادي يدخل جده قوة الله وبعدين لقاسب بن عبد الله بن عمر ما جده قوة كله عادي يدخل قال لا والله لا نؤذيهم بعد موتهم ادخل يا رجاء ناول الرجل اللي ودخل اللي وقال بناها هذا ادخل يا رجاء دخل رجاء خلي بقى قدم اللي ظهره هذه القدم اسكوها قدم من قالوا لتكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما هي كأنه حي صلى الله عليه وسلم شوفين بعد ما موت النبي وابي بكر وعمر وعثمان وعلي وخلفت الحسن بن علي ومعاوية ويزير بن معاوية ثم بعد كده مروان بن حق عبد الملك بن مروان خد كل لو عادت عدلك اهو دخل دخل لغاية امارة من عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز بينظر للرجل فإذا هي كما هي وإذا امطلع الريحة لملي المدينة دي صلى الله عليه وسلم عمسك سلم بن عبد العزيز عارف جده وقع عروة أمسك قال هذه قدم عمر منسق الجسم كما هو كما هو ولا عمر كما عمر هم القوم لا يشقى جلسهم ممين مباشر بالجنة المهم قال هذه قدمه فأمدخل قال له يا رجاء أرأيت قبر النبي قال أراه ثم وصفه قبر أباقر هذا قبر عمر قال هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل لم يتغير منه شيء إلى أن يريث الله الأرض ومن عليك ليوم القيامة لو فتحت القبر هو كما هو طيب مطيب طيب مطيب لم تأكل الأرض منه شيء فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عشان تخريج الإخوة برضو كيره أو صحاب بن خزيمة وابن حبان ودرقوت وأنه في الأذكار والذهب في الترجمة يتوكيع والألبان في صحيح الترغيب والمشكاة وفي الصحيحة نعم معاه مولانا نعم بالعظام يعني الجسد فيطلق العظام ويربيه الجسد زي المرأة اللي جات لنبي العديس صحيح من طريق أنس ابناء نجار قالت يا رسول الله إن نبي يعمل نجار هل لا صنع لك أعوادة حتى تقيم عليها عظامك إذا أردت أن تخطب الناس هو يقيم عليها عظام والله يقف عليه نعم العظام يقصد به الجسد هذه برضو ندخل بقى هل بيزور بعض سؤال ده ده بيتقرر كلام في الموضوع ده سؤال كثير يا شيخ محمد هل يتزور أهل الكبور هل بيتزوره هل بيعرفه بعض ده داخل ده خارج نجي بقى كلمة بالدليل كلمة التزور ده بزر ده ولا بزر ده لم يرد فيها دليل لا في الكتاب ولا في صحيح السنة أبدا أما الكلام الذي فروح فهو خالد من ذلك لابن القيم رحمه الله طيب هل بيقابلوا بعض بشوفوا بعض نعم الحديث من طريق ابن المبارك صحيح الألبن وغيره خلي بلك معاه أهو الميت إذا دخل القبر تمام وانتهى من السؤال يوم يجتمع حولي الأموات اللهم مين من أهل الصلاح اللي حكم لهم بالجنة يقول تعالى كيف تركت فلانا وكيف تركت فلانا وهل تزوج فلان دليل على أنهم لا يعلمون شيئا عن إيه عن أهليهم عاودي تبطل رواية اللي تقول لك ده كل ليل الجمعة بيستأذنوا يحدث موضوعا ولا يعلمون شيئا واحد يقول لك آه زي ما في الروح الواحد كان رايح يزور أبو أبو بوله كنا بنشعر بك وانت عند القطارة كل ده كلام فارق كلام دجل ما له أصل ولا صحيح ما الصحيح الصحيحة هون هو داخل عليه انتهى من السؤال يقولوله كيف فلان كيف فلان كيف تركت فلانا هم إذن بيستعلموا من مين من اللي داخل عليهم شوف اللي جاي نعم أول ما يسألوا كله يقال دعوه فإنه كان في هم وغم وكارب دعوه حتى يستريع لسه خلصا من السؤال ده كان قدام كاروناكير دعوه حتى يستريع وبعدين يحكي لهم بقى يعرفهم ثم يقولون له وكيف فلان يقول اوما اتاكم ده سبأني مات قالوا ويح ممكن يتقامعهم في نفس القاب نعم بس يبقى في مجال ثان يقول ويح لقد ذهب إلى أمه الهاوية لقد ذهب إلى أمه الهاوية لان ده علم ثاني خالص علم برزق مش زي علمنا تقول للأبر هو ومحدوده يعني جدرنا هو هتقول للزاي ده هنا ولا معرفش ده وده كذا لا مش كده هذا بيتسع مد البصر نعم ازاي يا سيد مولان نعم عالم البلخ يختلف عن عالم الدنيا انا الوقتي روحي محجمة بداخل بدني انا ما استطيعش اشوف الوراء الكرسي الوراء ده ولا لتحت رجلية ولا اعلم اي شيء على طلق عقلي قاسر وروحي محبوز طيب لما روحت انطرق ويمد اثرية خفيفة روحانية الى اخذ زي ما يعرفها العلمة او النورانية الى اخذة اخذ اخذ من اي شيء الجني الجني ببقى هنا ويعلم اليف امريك يعلم اليف يعني يعلموا انه يرى لي لان ليست هذه حجب ولا جذر ولا اي شيء اعلم اخر اعلم اخر وماد اخف من هذا تتخلل وتتسمم الى اغلى هذه الامور ببقى الروح اصفى وانقى من ذلك ولذلك لا تمثل هذه بنسبة لها لا جذر ولا حجز وكذا بل يفسح لهم الدباصة في قبره والثاني والعياذ بالله في الجحيم انما هل يلتقون بنا نعم بالاحياء نعم ازاي الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل المسنم يعني معنى ان الله يأذن لروح بلقاء روح حية يعني مثلا انا شفت ابي في المنام رؤيا صالحة باذن الله للمعبر رؤيا صالحة او شفت مثلا صحابي ولم يكن فيها امر ببدعة ولم يكن فيها نهي عن ما مروف هذه رؤية حقيقية تأخذ باذن على ظاهرها المهم يأذن الله الانذي ان تلتقي بتلك